بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد في ندوة دولية سمية دولية طابعها الإشهار تحدث عنها الإعلام كثيرا لأن صاحبها والمشرف عليها متخصص في الإشهار ويوظف ويستثمر أمواله في الإشهار سيد مختص وإنسان فرانكوفوني لا علاقة له باللغة العربية بل هو لسان فرانكوفونية في المغرب ما قد يسميه تمرك وتعارفوا لأن القضية تعيشها المغرب الآن بعد هذا المؤتمر الذي وسم بالدولي رفع هذا الممثل رسالة إلى الملك محمد السادس يطالبه فيها بمسألتين اثنين المسألة الأولى اعتماد الدارجة كلغة في المدرسة بدل اللغة العربية والثانية إلغاء مادة الدين الإسلامي وإقصائه من المدرسة بشكل كامل الله المسلمين تعلم غاربة الله لا إله إلا الله محمد الرسول الله شوف وين رحنا عايشين شوف وين رحنا عايشين ورسلها رسلها إلى الملك لأن آخر خطاب للملك في البرلمان كان يتحدث عن تعثر التعليم والمشاكل التي عرفها التعليم فكأنه يعتمد على خطاب الملك في البرلمان وكأنه يريد أن يقترح على الملك بعض الحلول التي يراها هو نيابة على الفرانكوثونيين الذين يكرهون اللغة العربية والإسلام في البلاد كان عليه ونحن نتناقش حول كيفية الخروج من الوضعية المأساوية للتعليم المغربي الذي يقع في آخر سلم الترتيب في العالم كان عليه أن يراسل ما يسمى كي يقولوا المجلس الأعلى للتعليم الذي أسس لهذا الغرض لكي يوم مشادي لك رئيس الدولة واسموا عندنا نقوله واسموا نعلقوا له شي ماذا نعلق له شي أولا إن مسألة اللغة العربية والدين الإسلامي في المغرب هو أس وجودنا ووجود دولتنا تاريخا ودستورا بل إن الدستور حسم هذه القضية حسمها ولقد قمنا بالتصويت على الدستور الجديد الذي حسم قضية مرجعية الدولة بالإسلام وحسم قضية اللغة الرسمية التي هي العربية فإن كنتم حينما كنا نناقش هذه القضية إن المنهزمين في مسألة تدوين هذا العمر في الدستور أخرجوا الآن رؤوسهم من الجحور وقد فاتهم القطار فلو كانوا يريدون تغيير هذا العمر لاتكبت جهودهم إبانة مناقشة الدستور أما الآن مسألة حسمت فكيف تريدون أن تجرون إلى الوراء وتشغلوننا عن خطوات لا بد أن نخطوها إحنا غاديين وقدامين بالدستور وغاديين حربوا الفساد وإنت تردد المسائل المغرب حسن فيها أنت تعرقل مسيرة الأمة نحو النهضة أنت تشوش على البلد ثانيا القضية أنت عليك يسمى الميثاق أنت على التربية والتكوين الذي شهد إجماعا مغربيا قد نص على المبادئ الأساسية لهذا الميثاق ومن جملة المبادئ الأساسية أن اللغة العربية لغة التدريس وأن الدين الإسلامي هو أس تكوين الشخصية المغربية العقيدة الإسلامية نربي عبر التعليم شابا صالحا مصلحا ولا صلاح عند المسلمين إلا عن طريق الإسلام مسلم صالح فهذا الميثاق حسم هذا فهو أيضا ردة فيما يتعلق بما اتفق عليه المغاربة عبر نقاش دام طويلا من كل فعاليات هذا البلد حول الميثاق رجوع ردة المسالة الثالثة إن الحديث بهذه الطريقة إلى الملك وهذا الطلب للملك بهذا الطريق ما هو فيها؟ ما هو فيها؟ انتقاص كيف يمكن لمن يمثل الدين ويمثل مبادع الدستور أن يطالب بهذه الطريقة بالتراجع عن ثوابت هذا البلد إنها جرعة لو فعلها آخر شو الجرعة مزيانة لكن الجرعة كتكون في الحق ما تكوش الجرعة في الباطل كأننا نستشعر أن ثمة من يسنده وأن ثمة من يقول له فعل ذلك ولا شيء عليك يقول إحنا شيء مسلم ينوضي يضرب الثوابت نتعى الدستور كم سيتكلم الإعلام عنه؟ كم سيتابع؟ كم كم كم؟ إحنا لا نحجر على أحد لكي يتحدث بحرية لكن علي أن يحترمنا ويحترم قيادتنا ويحترم دستورنا رابعا هو ازدراع ليس فقط بالقيادة هو ازدراع بالشعب المغربي المسلم يقول له نقول لي وما نقررش التربية الإسلامية في المدرسة واسم ونقررهم واسم المسيحية نقررهم بابا نويل باسم ونقررهم باش ما نقررهم واسمو بغينا ولدنا نخرجهم بالتعليم بغينا نكفروا لادنا أنت تدعو الآن لإلغاء مادة التربية الإسلامية وإقصاء الإسلام من مواد التدريس في المدرسة الابتدائية أشارك تطلب الآن واسمه هو الآن الحل عندك واسمه هو البديل لا حول ولا قوتها جرأة ما بعدها جرأة فهو ازدراء بهوية الأمة وبلغتها خامسا إن هذا العمر المطالب به جهرا وكان يطالب به شرا هي مرحلة وصل إليها الفرانكوفونيون في المغرب لأن جميع القرارات المتخذة من أجل تفعيل اللغة العربية حتى لا تبقى جامدة جمدت في الإدارة بالفرانسيس جمدت في البولوك بالفرانسيس حتى الورقان تعذوا بالفرانسيس حتى الورقان تعطيب بالفرانسيس حتى الورقان تعدوا بالفرانسيس حتى البرامج التلفزيون بالفرانسيس حتى الوزير المغربية تكلم مع المغربة بالفرانسيس لا يحترم لغته حتى التعريب الذي أسسنا له في فترة ما يجهز عليه الآن ويراد الآن أن يتراجع عن التعريب في الحديث عن لغة التدريس وتدريس اللغات هذه مشكلة وذلك هذه مصيبة هذه القضية حساسة بالنسبة للشعب المغربي فيها خطر سادسا هذه دعوة تذكرنا بدعوات الاستعمار من قبل دعوات الاستعمار من قبل التي كانت تريد دائما أن تفرق بيننا وبين البربر في الظهير البربري كين دارجة وكين عربية العربية ما تقراش بها قراب الدارجة لأنك لك الدارجة من يدخلوا كلهم متساوين أي أننا جعلناهم متساوين أمام التحصيل العلمي شوال كلاب شوال الكلاب شوال الكلاب الان ولت التليفزيون كالدبلج النما يسمى بالمسلسلات المكسيكية والتركية بالدارجة كخطوة الاستباقية باش العربية ما تبقاش يا روميو روني نبغيك يا روميو الدارجة دخلوه البيوت نتعنا باش تفهمها كل شي دارجة ارادوا ان يخلقوا عداوة بين الدارجة واللغة العربية علاش لانهم عاجزوا على ان يجعلوا العداوة بينها شكولي شكولي الامازيغية والعربية فلما اتفق المغاربة واتفقوا على ان اللغة الامازيغية احتي لغة خصات ونصف الدستور وتوافقوا العرب والمغاربة ان شاء الله على ان هذه اللغات كلها رسمية الامازيغية وكذا اللي مشكلة هي الفرناسة لغة الاستعمار التي تريد ان تخلق العداوة بين اللهجات وتقول اللي هي اللي تحكم من اللي يفشلت القضية انت على الامازيغة مع العربية واسمو قالي الدارجة جابوا لها الضراء الخراء باش نقلع العربية وبعدها الدارجة من انتوا اللي تقرأ بها الدارجة كتسمى اللغة الام يعني لقع الناس تتكلمها خصنا لغة اللي عربية اللي هي تحدث بها شكول العالم وتجمع الامة العربية كل شي وهذه التجارب في مصر من اللي يبغوا يديروا التعليم بذلك لهجات المصرية واللبنانية ففشلت انت الان انما تطالبوا بعمر جربة ففشل فيه الناس ثم ان اللغة العربية لغة عالمية كانوا يتكلموها الارجنطينيين وكيدلوا معاهد في اوروبا وفي الغرب كلهم يحاولون تعليم اللغة العربية واحنا يلان حاربوها اللغة العربية تزد تقدمها نراكت تحتل الرتب الاولى وما زال غير تقدم وهي اللغة اللي تبقى الوحيدة كما قال الباحثون اللغة اللي بقات وستبقى هي العربية ماتت الاف اللغات لكن العربية لان لها اساس هو كلام الله ستبقى الى يوم القيامة ستموت كل اللغات وتبقى اللغة العربية فهي تحارب الان من ابنائها ولذلك احنا كنا نقول الله يا سيدكم بخير لن نسمح بهذا فعلى الحكومة ان تفعل الدستور وعلى البرلمان ان يحرس على ان يحافظ على ثوابت الامة وعلى الجمعيات والاحزاب ان تقوم بحراسة الثوابت وعلينا فقاهاء المجلس العلمي ان يحرس ايضا وعلى كل مسلم في كل ثغر من الثغور ان يقف ضد هذا المخطط لان بوادره بدأت تظهر للعلن بعدما كانت تحاك في الخفاء ويقول تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير المكن وصلى الله على حبيبنا محمد والله تعالى على وعلم